موسيقى تشتغل إيه؟ كالخدمة يعني؟ أه حاجة كده في حد قريب دا أنت هنا في المنتزة ما فيش الكلام ده أنت لازم تطلع بره منتزة أصلي تطلع بقى هناك فيه مكتب الحاجة مصباحة المصباح من دي يعني خدمتية آه طب وصمعتها إيه دي؟ محترمة ومتدينة وتعرف ربنا وبتحب البنات المتدينة طب ينفع رحلة دلوقتي؟ لا دا النهاردة الجمعة أنت تروحلها بقى بكرة السبت من بادري بكرة السبت؟ أنا رسود أهدت فيه أنا؟ أنت لازم تطلع بره منتزة وتدور على مكان تتاوي فيه لأن المنتزة مفيهاش بياطة أصلي طب وعنوانها إيه الست دي؟ تشرب الشاي وأنا أدلك على عمارة تشكرينك 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 والحوالي تشكرينك لتشكرينك المرسل والعباس جنب منه بالضبط السعيد بتاع الجيلاتي فوق منه الدور الأول مكتب الحجة المصابحة إن شاء الله تساعدك والله يا حبيبتي أنا أنا مش عارفة أقولك إيه بس أنا مقدرش أشغالك من غير بطاق الشغل عندنا ديه أصول معلش الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال أنا حجة لو تسمحيلي يعني أقوم أتوضى و أصل للدور وبعدين أمشي تمشي؟ تمشي تروحي فين؟ أروح أدور على بيت عميتي ده اللي مش لقيه بقى ليه يومين استغفر الله العظيم يا رب طب بقولك إيه قوم إنت توضي بصلي وبعد كده نشوف هنعمل إيه أعملي حسابك مش هتمشي منها يعني هتشغليني؟ إن شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معنا وبعدين بقى هبقى أقولك هتشتغلي قبل الزبط إلهي يستوريك ما يفضحي أمين إلهي يجازكي باية بكل خير أمين إلهي يصلك على مرحب الله العظيم يا حبيبش أنا ما عملتش حاجة أنت هتركبيني كده زنوب طب يا أصلي فين يا حج بص يا حبيبتي أخر الطرقة كده في حمام اتوضي وبعدين هتلاقي على إيدك الليمين كده القضة اللي تصلي فيها حاطر عن إذنك حاجة فضال يا حبيبتي ربنا يخلك يا ربنا يساعدك ربنا يبايد عنك عدوينك يا الله القوة إلا بالله يا ربنا يساعدك يا ربنا يساعدك أنا حاجة أنا همشي بقى يا حبيبتي طيب يا حبيبتي وهقفل عليك من بره زين ما قلتلك ومش هتخافي وانت قاعدة لوحدك ربنا معايا يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا معاك بقولك تأفلي الشبابيك والإزاز وتطفي الأنوار حاطر حاطر سلام عليك بأمان الله يا حبيبتي الضيخة لك السلام عليك ببريك سلام عليك عليك السلام عليك سلام عليك يا راشد يا ابني بقالك سنتين غايب عني ويوم ما تحب تشوفني بقى عايش تستيل فلوسك أعمل إيه بس يا عامل قام دي الدنيا معكوكا معاها على أخ والله يا عناس كلها يا ابني بس أنا اتجوزت اتجوزت يخص عليك يا ناد أنا معرفش وأولا مش في مقامة بوك والله العظيم تراتها كده جات عالضايا وفي السريع ما انت عقل في الجواز كله انتزامات من غير ما تحكي كتير انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز في نوس خد يا عامل هادي مية وخمسين جنيه هوم عشان لما تقصدنا في حاجة ما ينفعش أقولك لا مية وخمسين جنيه مرة واحدة على عمومة أشكر ما قلت ليش الجوازة دي حصلت إمتى وفين لا دي حكاية طويلة أحكيها لك المرة الجاية نسا مع مية وخمسين جنيه سامو عليك عليكم السلام الإسلام طب الحمد للأنت لسه عايشة مالك طب أخرجي طب بصيلي كده ليه تعالي خرجي ما تخافيش فيش حد غيري أنا تجميلة جميلة أنا اسمي عسلية لا عسلية اي أنا اسمي زينة وانت اسمك اي انت لازم تستحملي معي لازم تستحملي احنا كده شكلنا مناش غير بعض هي اظهر الدنيا مخبية لنا اي محسن هيا جميعا اصبح سأتي معي شرم الشيخ و بعد ذلك سأتي معي كايرو حسنًا؟ حسنًا؟ أسألني أسأل أمي صباح لأنها هي المنزل هنا تقول لك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها على القاهرة هيا بتتكلم إيه؟ مين؟ هيا بتتكلم إيه؟ تتكلم إنجليزي إنجليزي؟ وأنت بتعرف إنجليزي؟ إلحق يا أخويا طيب شوفي بقى سيبيني يومين يومين ها؟ وكلميني بعدها أكون أنا شوفت بنتي لهلوبة تتكلم إيه؟ تتكلم إيه؟ أه... 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 يا زيلب تتكلم إنجليزي يا بيت؟ طب عرفتي إيه؟ وإنت وليه؟ أه... 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 أتكلم يعني أنا بقى حكيني القصة كده هستأذنك أنا بقى خمس دقيقة أروح أصلي العصر وارجعني طيب يا أختروح يا حبيب أه... أنا كنت لقيتك دي على الأرض مبارح وأنا بوضة بالمكتب من كيني؟ عن إذنك فضالي أه... 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 يا دي الكسوفياني متتكلم إنجليزي يا حج صلاح أوي أوي ده إيه ده؟ ده أنا معي معهد سنتين لاسلكي ومعرفش أقول كلمتين على بعض من هي قالتهم ده لا والله البت دي ممتازة أوي 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 وهدية من عندك يا رب أحمدك وأشفر قدلك أقول لك يا حجة شوفي كده بطنيتين قدامي وكم هدمة من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي وديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب وديلي بردة عليها أولا عليها والله يا حج أنا عندي بطنيتين في المكتب وفداد مش قدام ومنديهم لها بتتغطى بيهم في المكتب ومع ذلك حاضر من عيني الاثنين أنا هاجب لها هدوم مش قديمة هدوم جديدة محترمة كمان ربني يا بريكة الله يخليك طب بعد يزنك يا حبي ما عليش تسمح لها سلامة فضل أنا بس عايزة أشارك كده بأي حاجة حتي لها اللي انت عايزان اللي لليب اللبس اللي انت عايزان أنا عايزة أخد السواب ده ماشي ماشي يا محروس من عينية للدين ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك سوابها إن شاء الله سلام عليكم يا حج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا 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 هزعلان من نوك والله تصوّعيني من غير أكل الحج دلوقتي لا يا حج وهتزعل معلش حقك عليا أنا بس كنت مع زينة ببشتري لها شوية هدوم اه انا السواب الحج أولا يومي كان ببكت ودحك معاك بس هاتي السندوتشات يا زينة بتعلي لك والسوا أنا وانت والحج لا معلش اتعش انتو أنا لسه أصلي العيشة ومتوضيها الحمد لله أصلي فيني حج حضل الله يا بنتي بص يا بنتي انت ضاه رجل الشباك الابلة كده على طول اه والسجدة عندك على ايد الكورسي حضل الله بإذنك حضل الله بإذنك أنا إذنك حضل يا حبي تعال يا حبي تعال يا حبي اه آه آه أه أيوه ربنا يكرمك يا حج لا يخليك أديك بقى السندوتشات اللي حسنين تجعان خط أنا الله أنا عايز أطلب منك طلب يا حج أمري يعني أنا بفكر كده يعني إن هزينة بتيجي تبات معنا هنا أصلي بصراحة يعني المكتب برد قوي وانا صعبانة عليا والبت باين عليها بنتي ناس ما تبرمطتش قبل كده اللي تشوفيها حاجة تحت قمر ربنا هيخليك ويراضيك يا حاج يا زينة يا بنتي يعني بسم الله ما شاء الله انا شايفك يعني حلوة وجميلة وزي القمر ومتدينة انت ما تخطبتيش قبل كده هيحصل امتى وفين يا حاج احنا ناس على قدنا ولا لنا اصحاب ولا لنا قرايب وبعدين في الاول وفي الاخر ده نصيب عندك حق يا بنتي عندك حق يا راجل اللي انت قلت قولة ده كسفت البيت انا قولة كسفتها ولا حاجة نفاش اي حاجة انا بس كنت بسألها السؤال ده عشان ليه غرض منها ماشي يا بو غرض ماشي بس بقولك على حاجة انا حبتها قوي واني كمان عشان متدينة بتعرف ربنا حتى معرفته صح رب الله يبارك فيها امزلها يا رب وفينا يا رب كمان ان شاء الله يزيد طلعت عيني النواج البنا بناء اللي بتنجب سغال من كده اصلا الواحدة عالبقه على دور ايه يا بنتي الخاتم الرجال اللي انت لابسة ده ده جبير قوي شكل وحش قوي على ايدك ده بتاع ابوي الله يرحمه اصلا حبتها فتكره والبسهله على طول هفضل لابسه لغاية ما نمت لا اله الا الله يا بنتي معلش انا ما كنتش اعرف بس يظهر ابوكي كان بيحبك قوي الله يرحمه الله يرحمه حقوب انا بقى اسلق الفراخ على ما انت تخلصي حش والمحش انا بيحكى خلينا انا نلدخ النهاردة انا اكل حلوة يعجبك ده انا شاطر انا عارف انك شاطر وصراحة انا بتلكك انا كمان مالش نفس اعمل حاجة النهاردة وانت بقى عايزة دوق اكلك بقى وطعامته باصل انت بتفكرين ببنتي صباح ربنا يطمني عليها دايما يا رب يا رب انا بطلع فرختين جوه اصلا محروسة اخو الحاج صلاح حيجي يتغدى معانا النهاردة الشكله طيب قوي والله انتوا عيلا كلكو طيبين ولاد حلال والله هو طيب قوي وغالبان قوي وحظ قليل قوي عارفها مراته ماتت من مدة كده ومن ساعتها ما شمش اي ست يا عيني يا كانت عيانة لا يا اختي نامت ما صحيتش الصبح سابع سنين متجوزها ومخلفتش ومع ذلك كان شايلها في حبابي عنين وكان راضي باللي اسموا ربنا لا حاول ولا قوة الا بالله لا يرحمه على فاين يا سلام لا لا يا حبيبتي ده كده تمام اوي تسجم ايديك سمي بقى وعودي كل يلا كتال خيرك يا حبيب لا لا ما ينفعش يا بنتي عودي ده لا لا عودي ما تعودي تاكلي ما تكسفونش ولا انت مكسوفة مني اوعودي كل عشان يباعيشوا بالحين مني شوف بقى عمايل زينب ها؟ يوم الله 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 قوي 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 لا 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 قولها قد دلوقتي قولها بقولك ايها بنتي فكري انك انت تديني اسمك واسم والدتك علشان دي واحد صاحبي في السجل المدني علشان يطلع لك بطاقة وشهادة ملان بدل اللي ضاعه منك اه انا اسمي زينب احمد محمد حسين حل و والدتك اه نعمة سيد خليفة كويس قوي بيختبهمني كده في ورقة عشان انا بانسل واحد عالي مش دفتر لله حاضر يا حاج حاضر ما تاكل يا محروس ما تاكل يا زين انسك يا زينب انسك يا محروس يلا اه نعمة يلا اه نعمة اه نعمة اه نعمة يعني اي حاج يعني مش هنعرف نطلع الهزلة ببطاقة لا حول ولا قواتها إلا من ليه ده أنا بقالي شهرة على الحال ده يا دي الكسوفة ودي وشك منك وفين ليه يا حبيبتي ليه بس ده أنت في بيتك هنا وفي عينينا ده أنت مريتش علي البيت بدل بنتي صباح فيش حاجة يا بنتي بس هو في مشكلة زيارة كده إن اسمك متشابه مع اسمين وكذلك اسم والدتك متشابه برضو مع اثنين ستات واحدة من المحلة والتانية من سواجد على قد مفتكر وانت كمان كنت قلتيلي إن البطاقة الشخصية بتاعت كل دوعت منك كتطلع من اسم عين شمس طيب أقول لك على حاجة صباح قول يا طيب احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص لإسمان وشاهدة ميلاد جديدة زيها برضو على إنك سقطت قيد هو عواكده ينفع؟ لا كله بينفع بالفلوس بينفع بالمعارف بالحب كله بينفع فيش حاجة هنا بتنفعش بس هو كده يبقى حلالي حاجة اه ضرورات طبيحة المحذورات حاجة وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي يا لهو دي بنتي فعلا طيب هتسيبها كده بلا هوية خلاص بقى يا زينة مؤضية بإذن الله بس انت بقى روح يا تنى السمك قبل ما يتنقد حاضري حاجة وهركب المشروع من ناحية البحر صح؟ برافع عليك يا اختفال حاجة وليه ما انا وصلها من كده كده نازل حلوة قوي ده جاتلك توصينا عالجاهز خلي بالك من نفسك حاضر يا حاجة ونقل سمك طازة وحلو هعمل كده خلي بالك عليها دي امانة عندنا يا ابن فعنينا صلاح عليكم يا سلام عليكم حاجة سلام عليكم عليكم السلامة وطبرة يا ابن هارجع لك انا تانا اكلمة ماشي واستمنيك شكرينا يا حسين التعملي ايه؟ ما الحاجة ما دياني فلوس والله العظيم ما يحصل عليك ماشي خلاص السلام عليكم بس انا خافة للحاجة تزعب من ايه؟ عشان مشتريناش السمك ملحلعة زي ما هي قادة يا ستي ما تخافيوش الراجل دا حاجته بتطلع من البحر تازل وانت النقية كم سمك احليوها ولسه لما تدقوا عمال ايدي يا ستي تسلم ايدك من قبل اسكندرية حلو قوي اه اسكندرية طبعا عروس استاذ محروس هونه ينفع اطلب منك كلب انت تؤمر هو مرسى بالعباس قريب من هنا مرسى؟ هو يعني مش قوي خير اصلي كان نفسه روح ازوره وقرال الفتحة ينفع؟ ينفع طبع بجد؟ اه طبع انت بتحب بقى تزور الاملية وكده؟ هو ده بقى ست المرسى بالعباس بسم الله ماشاء الله انا هنزل اصلي بقى تبدي ايه لي معاك بقى؟ ايه ده انت مش نازل معايا؟ انا استرناكي هنا ماشي متأخريش يا زينة حاضر بسم الله بسم الله انا شغلية نلف في الشوارع ونقابل الناس اه يعني بنعرف في البناة بالمورة وزينة بدي روحة طيبة عم والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايف بالظهر بس اقول يعني لو تدي لنفسك فرصة شوية تفكر افكر عشان يحصل يا صلاة البيت مقطوعة من الشجرة او قاعدة معا ايه اللي هيتغيضي؟ طب هنسعل مين طيب عشان اراف انا اخادي وبعدين بني وبينك يا اخويا انا ما صدقت ان قلب مال لوحدة بعد ما انفت الله يا رحمة بصي صباحا انتكلم الحاجة المصوحة خليها تسالي اذا كانت توفية تتجوزني وانا اه كن يعني يا بيت كل في الخير ان شاء الله قناع يا عبارة حلمتي ولا لسا؟ لا دا انا لسا كنت هصلي طيب انا عاوزاك في كلمتين اعاطي صلي على النبي علي الصوت والسلام محروس اخو الحاج صلاح عايزي تجوزك ايه رأيك؟ لا اله الا الله انا بقالي عندكو بس تلات اسابيع ومعرفش محروس وبعدين دا ما بيصليش يوم ما وصلني سوق السمك طلبت منه يزور المرسى بول عباس وام وداني وفد الوقف على باب الجامع وانا كنت مستنية يدخل يصلي وما صلاش وكان وقت صلاة الظهر طب با انت مش بتستقيني؟ محروس دا مفيش اطيب منه لو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طبته طب دا اللي عمله مع امراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله دا كان شايلها على راسه شيء خير كده بقى محروس عنده شقة ملك وعنده تاكسيين هو مش بعيد عن ربنا دا قريب منه قوي بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجه صالحه تدفعه كده وتقالل حاله ان شاء الله وانا ما بتغادش عليك انا بقولك فكاري وقليلي رأيك وانا عايز اسألك سؤالي حاجة اسأل يا حبيبت هو انا لو ما تجوزتش محروس هتزعل مني لا اله الا الله ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجة وحبي ورعايتي ليك حاجة تانية خالص وسواء تجوزتي محروس او ما تجوزتهوش انت بنتي هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضو بتحبك بنا يخليكي ليه يا حاجة اسم الله عليكي يا حبيبتي لا اله الا الله ليه يا حبيبتي كده ده انت زي صباح ده انت بنتي بنا يخليكي ليه حاجة يا حبيبتي كده تعمل بسابة خلصين جين ها امور يا فني لا اهو فيش دكتورة ستة هنا لا فيه ماشي يا استنيا تعالي يا دكتورة منارة سلام عليك سلام عليك وانت لازم تسمع ممكن تمشي لو سمحت انا عرفت ببيت باع عندكم يعني حاجة كده مستوردة ايه هو دوا؟ لا هو مش دوا المال ايه؟ اصلاً هتجوز الالف مبروك الله يبارك فيك مفهمتي؟ لا انا اسفل مفهمتش امش تقولي عندي الهندي بربعمية وتمانين وعندي تايلاندي بثمانمية وفي حاجة صيني بثمانمية الصيني صيني سلام عليك صلوات المشي تستمع امشي 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 فينو تعالي يا حبيبي خش بريد الكليين دورت بيك تفضل يا جماعة تفضل تجري كده على صوتك بسم الله ما شاء الله الف الف مبروك الاكل عندك اهو عايزك وتخلصوه كله ان شاء الله الف مبروك الف مبروك يا حبيبي الف مبروك الف مبروك يا زينة الف مبروك يا محيبي فهموا اللي بتشفاه شد حيلك مبروك يا محيبي ربنا يتمم بالخير يا رب يلا جماعة تعالي يا بيت نجملكوا في الافراح سيبوا ارسال لوحدهم يلا نجملكوا في الافراح ان شاء الله الحمد لله الحمد لله يا رب ايه ده تعالي هنا يا بيت ايه مقافك هنا يا هالة تعالي خد بنتك هاي داخد معهم شوية مفيش شوية ولا شوية يلا بيت يلا يلا بس خلصوه كله حاطر حبيب يا صلاح كانش رضي يقفل نورتي بيتك عروسة ايه 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 رايك في الشقة حلوة والله انت اللي حلوة زي الأمر ايه انا عايز نقولك على حاجة يمكن يكون الوقت مش مناسب بس هنقولك انا كنت بحب مرات الله يرحمها اكتر من اي حاجة في الدنيا ولما ربنا افتكرها قلت خلاص مفيش واحدة ست ممكن تخليني افكر اتجوز تاني لحد ما شفتك ساعد ان كنا في المكتب عارفة حسيت بإحساس غريب كده جواي عارفة طلع ايه ايه ان قلبي حبك يا زينة صحيح انا يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية بس انا حس ان احنا نكون مبسوطين قوي مع بعض ونخلي فيجي خمستاشر عائل بس انا في حاجة لازم اقولك علي يا محروس وينفعش اخبيه عنك حاجة اللي مينفعش تخبيه عني زينة اصلا انا اصلا انا اصلا انا مش هينفعيش مع واحد مش قرائد من ربنا اه انا عايزك تصلي يا محروس يا ستة صلي عايز انا صوم اتنين وخميس كمان عايزك تئم بيا واصلي واراك عشان ربنا يكرم الجواز دي ان شاء الله هيكرم بنتي وش الخير ده يا دي يا بيت تطمينيني عليك ليلتك عادت تمام يا بيت تتكلمي وريحيني ما تتكلمي بقى اقولك ايه بس يا حاجة ده انا مبرح كنتها موت من الخوف وربنا كان باين عليكي طب عارفة والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي اه بس امانت الله يا حاجة محروس ده طلع طيب ابن حلال قوي الا قولي لي هي مراته بقى لها قد ايه ميتة بقى لها كده يجي سنتين وحرفة من ساعتها ما شمش ريحة ست بس بقولك ايه محروس جوزك ده ايده سايبة انا مربيه وعرفاه عرفة ده لو كان وعي روحه كان زمانه بنى عمارة اه ما هو باين الله هو اكبر علي ده كريم قوي بس لازم بقى تاخد بالك منه اه انت سنة والتانية هيبقى عندك عيل ولا عيلين رتبي حياتك بقى يا حبابتي على مهلك عليها شوية حاجة انا مجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعامل انت بس فهميني وانا هنفس اقولك جوه حلوه اول نهار ده وبحر ده اقولت اجيدي ببقى شط عايدة ده انضف شط في اسكندالية كلها اه بس انا اه عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخر على دور بارد لا مفيش ده سبون مبارح رخم خرجنا عن شهوري ما عليش يخون فيه البتاع هنوعد هنا بقى هو عادي هنا ولا هيتردونا ولا ايه هيتردونا من ايه ناليا معارف هنا وحبايد كتير خش زي الباشا ماشي يا باشا اقول اللي ايدك مخرومة بك ممكن بدار التاكسين يبقى عندك او مرة زي يوم الموصباح قالتلي فان مخرومة بس ما زال في قولك يا ستة هو احنا نيش مرتين هي مرة واحدة والحمد الله انا مسطورة معايا ومرزة دي معمة ولازم نتمتع بيها سيكم الكرام الموصباح كل واحد عايش على الطريقة اللي تريحها الشكلك كده على عطول هتعمل في دماغك وتقولها اللي يقنعك بس لا خالص احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا يمشي برضو يا ني ماش هقدر انكر كنامك حلو وانا مش هارف اقولك لأ على حاجة لو انت بتضحك علي انا بتكلم بالجد والله طب يا ستة خلاص انا مش هتطاقش معك في حاجات ايدي اللي انت عزيها عملك حلو كده ربنا يفرح قلبك ويقدرني من ساعدك وعانيك وانت اي حكاية الخاتم اللي انت لابسا فيه تاني وانا قطيلك ده بتاع ابونا وانا قررت ان انا عملي مع الوام من ايدي يا رحمة وكن نفسي شوفه وانا هو كان كفيف بس كان طيب ما بيصلم وبيفوتش فارد كان كلم حلو يدخل القلبي كده يطمنا كنتش بعمل من القعدة معي متهيل يكون الأبوات اللي زي يبقوا زي هو كان رجل جميل واسمه جميل هو مين دي اللي اسمه جميل طيب شلطيلي ان ابوك اسمه احمد محمد هو ما انا احكيلك هو كان له اسمين اصلينا ابويا كنا بنبيننا يعني بندهله جميل بس في البطاقة ولرق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد اه كنتوا بتدلعوه يعني طيب ما لك من اللي اسمي مين دالبس اسمك ايه بقى غير محروس روسة بس الاصحاب القرهبين بس هم اللي بيندهوني بي روسة؟ انتي يقولي ليه روستي روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجر مش عجبني روسة ده يبقى محروس اه يا سلام ما عايز يقودين عايب كده قدام الناس بس احنا بروحتنا ما حادش عاجة عندنا زين الهمي هي الناس ماشية مالت كده ازاي انت عايزهم ليمشي ازاي ده صيف يا زينة بالناس عشار قللي صيف عايب تقول كده يا محروس انت متدين وتعرف رباني استغفر الله العظيم برضو السطر حلو انت بتبص على عادي عادي هو ايه اللي عادي ايه مشكلة الناس فتها ايه صباح انت رايحة مرسى أبو العباس ده خطوتين من هنا استغفر الله ربي وقتوه وقليه هات يا حرم طب مش كنت تستني نصلي سوا لا ده مش العيشة انا بصلي ركعتين شكرا لله اصلا ربنا كرمني بيك يا محروس والله العظيم ربنا كرم نانا ده انا حاس ان ادخلت الجنة انا هراح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا خليك انت انا عملهولك انا عايز اعملك شاي بايدي انا عايز اعمل لك يا حبيبي الشاي باعد ما شفتك انت الشاي يا حبيبي الشاي يا حبيبي الشاي 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 ya يعني بذلك يا رت الكتب لا قلت لأخلافك! عشان خانسي لا أحكيلك! تحكيلي إيه يا زينا؟ ما تقتلهش! ما تفتكراش! سمعي! بتعملش كدر بتتخط! خربية الكزينة! دي خربية الكزينة! دي طابعي جيكي! تتخفش! تخفش! تخفش! تخفت! ¿قلتها تخفش? تخفش! 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 حد يربي سحلية يا زينب دي حرباية اهلا وسهلا شيلها بس من قداما انا مش قادر نبصلها ليه دي غالبانة لا بتهش ولا بتنش مطرح ما بتحطها بتردى وبتوافق والله العظيم طب بيبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب دي مخليها معاكي ليه اصلي اصلي انا اي حاجة بحلمها بتتحقق وانا حلمت بيها بالحرباية اه جاتلي في المنام وبتتكلم قالتلي ايه بقى لا دي رؤية كده قالتلي كيهل حرباية يا زينب قالتلي ان لو صحبتها ربنا هيبعد لي ايام حلوة ويسعد فتاني يوم وانا عالكورنيش بفتر روحت شفتها في افتكارة الحلم فروحت جايباها وجاي على طول وبص ربنا حقق الحلم واكرمني بقدع راجل وبيت ويلة ادهي بس معايا محفوص ربنا يجمل الحلو يحققه وتفضل معايا طول العمر بقى انا اخدها بص حلوة الونها بتتغير حسابة حلوة ايه بس يا زينب حلوة ايه يا زينب بتبشي كده برده تتعود عليها بص الله سامي الله لاهرهولی منعك هناك لان رحلgehا بن ت毛 anyway رحلت زهنب نظروم ở اشتركوا في القناة 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 لمين؟ ده اللي شغالين معاي حريم رجالة جوه وبره وفيهم بشوات يا لعب يا موسي انت بايك موفية لسه انا يا دوب حلقة في السلسلة وعايز اشبك الجنب بس واحدة واحدة reformة يا عزاق يا عزاق يا عزاق يا عزاق يا عد يا بانяют يعني ايه باندي اعمونج اها اروح اobبي عادي عادي أنا بحب أعود معاكي عادي عادي غنوة حكيتلي على ليلة الوال راشد وليلة الاسم كانت ليلة السودة السودة بقى ولا مسودة أو خلاص الغمة تشالت وإحنا بقينا تمام زي الفل ومعلماش أي حاجة صح ولا مصصح نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف أكل عاشتنا أنا مش هرقصتي لأ ما ترقصيش مين اللي قال ترقصي أنا قلت ترقصي إنتي هتبقي نجمة الكبارية يا ماما أخليكي نجمة الكبارية أنا فكر ده بقالي تلاتين سنة بعوني الله شفت كل الرقصات وأقدر أفرزهم واحدة واحدة إنما أنتي شربات دم كفيف لونا بتعرفي ترقصي بتعرف تعملي كل حاجة آه خلاص اللي كان راكب على دماغنا أهو نزل وراح ونشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد عارف راشد اللي قالب دماغي الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيختفي منه عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صابي من سوبيان علي جوزي ما تحكمش بيها علينا يا رب مش علي ده اللي بين أربع حيطان ومسجون دلوقت حي أخرق كما تعرفش علي علي دفته هو جدع دم محامي تصدق أنا غلطانة بروحت اشتغالت عندكم؟ يا رب ما حد يقوله هاعمل هي بس اللي ده الحاجة؟ نا الحاجة لسه موجودة يا تنتو الحاجة لسه موجودة بموت في السمارة بص يا تنتو عشان انت حاببتي أنا هعمل معاكي حاجة ما بعملهاش مع حد خالص أنا هديكي مرة ونص قدر لطلبتيني مش يمتي يقولتي شهري يا حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني خلاص اشتغلي معايا الشهر اشتغلي معايا الشهر لغاية ما ألاقي حد غيرك يا حبيبتي انت ما بتسمعش قلتلك مش هارجع على رقصتين لا هترقصي يا تنتو هترقصي هترقصي يا حبيبتي أنا مش فتح بقالة أنا فتح محل وداير وداير وناس بتاكل من وراء عيش وأنا مالي ما تنزل من دماغي أنا عندي حاجات عايز أعملها بس يا حبيبتي أنا أقدر تبعوني الله أخذك كده هيلة بينا وأشيلك وارزعك في وسط الكباري وترقصي ورجلك فوق رقابتك بس أنا مش هعمل كده أنا بحب بحبك قوي كمان أنا هسيبك تاختي راحتك وتشوري عقلك وتاختي كل وقتك وتقومي تعمليلي حاجة بقى عشان أنا ميت من الجوع حاضر حياتي هربية فين؟ مش هرفانا جوه حطها في كيس ولق مع الخزين في الشاي والسكر دي كانت معا طول ما هي عندكو هيلة ولقيتها في مصر وعالكورنيش وجابيت أنا مش فاهم ده إيه طب ودي بتعمل بيها إيه؟ أنا عارف يا صلاح قال حلمت بيها ولقيتها وجابيتها في الحقيقة ولا جابيتها في الحقيقة طب ودي فيها إيه؟ تعرف له أي ابن حنال بنت عمتش بيه رب سحارف وتعابين مش الحرباء اللي بتتلون دي؟ أيوة يا حد هي أنا مالي طب وفيها إيه؟ انت خايف منها ولا إيه؟ على فاكرة دي ما بتقزيش دي ولا حاجة خالص طب بقولك إيه؟ ما تجيب من الآخر كده وتقولي انت بتلف وتدور حوالين إيه؟ هي البت فيها عيب لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجة بيت لوزة بس يعني واخدها جد قوي بتفهمنا فيه إيه؟ لا لا أنا فهمت خلاص يا حد طيب أنا هستأذنكو بس خمسة كده هاوصل لحدها واجلكو تاني استني هتقوليها إيه بس؟ ما تخافش ده كلام بين الستات وبعضوهم ما تقلقش هقولها الكلام طالع منا أنا يلا عن إذنكو ربنا هيدعل باركة على إيدك حاجة إن شاء الله يا أخو يتإذنكو ما يجيبها إلا ستاتها حاضر حاضر أهلا 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 لحظة السلام عليكم عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم ديها وحدة حمر لحمة واجيل لا 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 تعالي تعال أنا عايزاك كده في كلمتين وحنزل على طول أصلي محروص لا ما نوعه لوصول لا هو هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغو شوية أنا بس عايز أتكلم معاك كلمتين خيري حاجة في إيه هو جوزك بيشتغل إيه إيه السؤال الغريب ده إيه السؤال الغريب ده يا بنتي رضي علي وريحيني بيشتغل سواء تاكسي يعني صندوق الدنيا يعني بيورد عليه أشكال والوان ستة حلوين بنات أمراض هوانم يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عنيها في وسط راسها ما تخلهوش يفكر في حد تاني غيرها لازم بقى تبقى هيا إيه مركزة معاه مالك يا بيت متنحك ده ليه انت فاهمة اللي أنا بقوله هو كان محروس اشتكالك مني في حاجة لا أبدا ده بيقول انت نعمة من ربنا هدية وانت فعلا ستة وزي الأمر بس لازم بقى كمان تدور على راح الجزعة يعني استغفر الله العظيم يا رب هي مش عيب بس يعني تدلعو تنخشو ترقص له بتعرفي ترقصي ولا لا أعرف تهي تهي انت فين يا وزة ما أقوله سايباني ده كله تعملي إيه جوه تعالي ده فيه أخبار من أياها قادي قطرينك يا محروس الحاني الحاني يا أخويا يا محروس يا صلاة أم صباح أم صباح وقت من طول الحاني الحاني واتب الحاني واتب أيوة يا ساتر يا مصلاحنا ألطف يا رب ربك يلطف ربك يلطف ربك يلطف ألطف بينا يا رب هي معندهاش استجابة في كل جسمها وأنا مكدبش عليك ده شيء يقلق أنا شاكك إن الحبل الشوكي يكونت صاب أثناء الوعى يعني إيه؟ هتفضلت كده طول أمرها ولا إيه؟ أنا ما قلتش كده بالضبط يا حاج بس إحنا لازم نعمل لها إشاعة رانين على العمود الفقري بالكامل وما خبيش هيتلازم ننقلها مستشفى كويسة جدا دلوقتي ويريتو كن دلوقتي حالة شكرا يا دكتور العافية خلاص ربنا يخليك حالي شكرا يا دكتور شكرا يا دكتور ألوفا المسعاف أه إلحقنا حضرتك يبكلم الإسعاف عندنا واحدة ستة عبانة أو يابني ودي نفس الزن الحقوي على الزن الإله يا صدوح استنى بس هنقولك دي لازم تتنقل دلوقتي طب أنا الإسعاف قدامنا هي معلمة تيجي قوله خلاص خلاص يابني إحنا هندقلها بمعرفتنا هلتصرف إزاي؟ عبعز قعد تحت نستنى العربية أنا هتصل بي دلوقتي خلي يطلع ونجيب كورسون حطها إحنا التلاتة ونشالها خلي زيني بتجهزها بس الصرح يلا واحد الله خير يلا واحد الله خير خير طفق يا رب يا رب يا رب عزيز اطلع لدي الوقت حالا حالا يلا أنا في شقة الحاج صلاح يلا اطلع لدي الوهاد اللي لا يرفض دين يو اللي لا جهزي يا عمية جهزي دير تطوح صرح وسنبسك أعشر سنبسك يا عزيز يا عزيز يا زينب بقولك أنا نسيت المفاتيح فوق خلي صراحي خليها معانا يا عم صلاح ولا بيجيب معك مفاتيح الشق أنسيتهم زينب بقولك ايه غطيها كويس للدنيا بال حاضر يا عم صلاح على مهلك وانت نازل يلا يا إخواني بالرعق العربية وقفة برا ولا لا ما تشيني يا عب عزيز يلا واحدة واحدة عالم مهلك معليه عالم مهلك افتح الباب طب مان يا الاختير ايه الأخبار؟ أشعاتها كلها تماما وعمود الفقر سليم متهياء اللي ترجع البيت أحسين؟ يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلولة ومتتكلمش ومتنتقش خالص أرجعها البيت إزاي بالحالة دي يعني أمش بيها إزاي في الشارع وده إزاي دي؟ يا فندم ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده دي تعبانة تعبانة عارف يعني ايه تعبانة يا دكتور؟ مش معقولة كده حرام عليك معلش يا حبيبتي فشدة واتعدي وانت ست مؤمنة قول يا رب قول يا فالك حبيبتي يعني ايه تخرج بالمستشفى؟ يعني ايه هاي بالحالة؟ حاولي تقولي اي حاجة؟ حاولي يا حبيبتي أنا مش فهمة منك حاجة قولي يا دكتور أروح بيها إزاي يعني ما في الحالة دي؟ اللي بتتكلم ولا بتنطف يا فندم احنا ما أصرناش معاه يا صدقني أرجوك ايه دا؟ يا دكتور المستشفى عتعمل عشان يعالج الناس؟ مش كده يعني مش بالطريقة دي؟ معلش يا فندم؟ ايه دا؟ ايه دا أرجوك؟ استنفرنا يا العظيم يا ربا لا يا حبي ايه دا؟ الدكتور ما قلش عامل عصيلة دا انت أجدع مرة في الدينة دي كلها قولي على العظيم واحدة ربنا يا راشد غطفني غطفني وهدني عند واحد صحب أنا اللي قلت الراشد يغطفك عارفها ليه؟ عشان انت ست واطية ومصمتيش العشرة دا قتل الونش عشانك قتل الونش عشانك يا واطية عارفها يا فتون؟ لو انت قدامي لانا كنت حفومك انا عارفك وقريك زي كف في ايدي اتعياتي انت بتكلمني عنده الصحب؟ اسمعي يا فتون واكتب ربنا لو غبتي على الراشد او غفلتي دا انا هتبحك اقولك لا لا مش هتبحك دا انا هشرب من دمك اول مخرج من هنا فهمة ماشي يا سيد الرجالة انا هسمع كلامك وحفضل قاعدة مع صاحبك وابنى عمك دول مش انت عايز كده ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص يا راشد افضل اكلمك في التليفون وكل ما كلمك اهددني ديني يا راشد شكرا يا سيد الرجالة يا جنونة ايه يا علم ايه يا علم ايه ده بس يا علي طيب اسمع يا راشد الفتون ما تغيبش عن عينك طيب ما تغيبش عن عينك اسمع الكلام طيب ما تغيبش يا سيدي بقولك قدامي ايه ومش تتتحرك من هنا ما تغيبش وخلاص طيب طيب يا علي طيب يلا سلام مخدا ما يرديش ربنا انا افضل قاعدة في المغارة دي السنين دي كلها قبل ما من عمك يغرج مين اللي قال كده بس لا سمح الله علي عايز تطمن عليكي وانت معايا هدعيش برنسيسا هتخرجي وبتتفسح وتعملي كل اللي انت عايزة طيب ايه رايك في طلع الاسكندرية مين دول بتلعو اسكندرية انا وانت وفتون في ايه مصلحة هنخلصها ناكل اكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نظيف ونعمل الدماج ونرجع هنروح اسكندرية امت دلوقتي هستني بقى يا فتون ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا ما انت شايفة ازا انا هنفسحوك يا فتون هاهاهاهاها هونسي ما تقريني في ايه انا اللي سائق يا راشا بالطم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم مالك بس لا تأخذه سنة ولا لوم قاطي لا يمكنك شونه وما في الارض من دالذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم وبين أيديهما وخلفهما ممكن دعانا ولا هيحطونا بشيء من عيني إلا بمشاء وساكو سموز مواتي يرئيها يعني عايزة كده؟ يعني سكت دي عايزة كده ده ده يبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله يا فلاح أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدول أول ماما مش مش مانع نمش في السكتين يمكن ده ربين يسهل بواحدة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا أحضر لك شوك شوك ويسر لها شوية قتل وحولول وعقدة دم اللساني أفقى وقولي صلاة الله العظيم والحمد لله الله أكبر لا إله إلا الضاف لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا لا أنا مقدرش أقول إني حبيته بس بس لسه بفكر في الحسن بس بس هو بيحبني آه عيني بتقول كده إيه أنت نمتي وأنا بكلمك بسحي 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 وأنا عيش معاها هنا على طول مش أنت بخصوطة معاها هنا تفتكروا ما صباحا تخيف كنت عايش أنا وأهل في ليبيا لما الحرب قامت قلنا ننزل على مصر وإحنا في طريقنا لمصر تضرب الشغل بقنا عمالين نجري نستخب بينهم وشمال مش عارفين نروح بين بتلعت عصابة على أبويا وأخويا قتلوهم ده بحوم قدام عيني ما بقتش عارف عامل إيه بسبب أنهم كانوا طلبين فيديا طلبين فنوس وأنا ما كانش معانا فنوس نتفحق موسيقى 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 ياه قد ايه كنت محتاجة الخروجة اللي حلوه ده ولو ان مش وقتها والله اللي حصل ده يا زوزو لكان على بال ولا على خار ايه اللي انت بتقول ده وانت زنبك ايه يا محروس ده قدى ربنا الحمد لله طالع بس يعني احنا ماكملناش شهر جواز وانت بدل ما تفرحني خالتوا في مستشفيات ودجالين ومتاهات من هاشتاك ما تقولش كرة امو السباح دي غالية علي وخيرها مغرقني ان كان يا سيدي عالجواز الايام جاية كتير ادعي بس ربنا يا عافية يا رب يا زيدي يا رب كلنا عشان رقصتنا هههه تشكر يا اخويا عالغدوة العسل دي ده انت قد بتكلف اخي بزالك خمسة في عيانك وانت دفع حاجة من جيبك اللي اقولولي بقى هي الفصحة خلصت كده هي خلصت هاسبتوا ساعتين زمن اروح عادي مصلحة واجهة سبنا فيا الشاعة شاعة يا غنس شاعة يا جبعة أفخم شاعة فيك يا سكندرية الله الله يا صاحبك ده تلاتين حم ده لسه دفع ست ورات بمية في الغدع ما تبلنع ولاية حد قولي الكلام ده يا جدع سيبت قولي اللي هي عايزة ياهو يلا بنعشان هنروح للشاعة ياه هو عم صلاح رد عليك فيها صلاح بقى بيكنسل علي يبقى أكيد على وصول ممكن لو بخش انت صح الحاجة خليها تفاول والنبي خليها ده لما صدقت غمضت عينيها ساعتين عشان بس انت صحشبت خب السلام عليكم ماليكم السلام تفضلي يا ست تفضلي يا ست بيتك مطرحك تفضلي يا ست مجلع السلام الله يسلمك يا أخوي ده محروس أخوي الصغير أهلا وسهلا أهلا بك يا أهلا إيه يا زينب ومصابح حملة إيه الحمد لله ده اسمك زينب خلهم وصلي على النبي ده اسم بركة على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم الله يسلم أخش أنا أشوفها بعد أسلمك ميرك زينب محاك عرسان جدال بس لسه ملحقتوش تعرفوا بعد كويس جوزوا بسرعة أول ميرك ميرك أنت عرفت الجميع حشرة بينسون والعليف أحمدين بس خليهم يحمروا قوي مرسولا يا زينب محمد يا حضرلك الخير يا عسلي يا أنت أفعل معظم أفعل معظم الحرب سوة لدي طلب مرحب المعلمة ما؟ حسنا حسنا اشتركوا في القناة 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 حاضر، أنا عايزك أنت لتغيباتك من نفسك. حبيبتي، الحمد لله يا رب، رزعتني بملكة جمال، وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طبعا، عمل إيه؟ وروح فيه؟ ربا، أنا أخليك اللي هي أسوسه. أخليك يا محفظ. أعبليك معي عريسة؟ أم؟ حاببتي، يا أهلا. سلام. مع السلام. شفتي? يسيتم بفاتيح. انت اللي يبصي في عيني كينسة نفسه. يالله حبيت سلام عليكم. زينغ. زوزو. انتي فين يا عبطتي? حاجزيني. زينغ. 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة